السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد طلبت مني فيديو يشرح طريقة شحن رصيد لأداة SAMFW Tools اللي شرحناها في الفيديو السابق عشان نفتح الأجهزة الحديثة مثل A20S و A72 و جميع الأجهزة بشكل عام ياريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشتراكك بالقناة يدعمني و يجعلني أستمر بهذا المحتوى و أدعمكم فيه طبعا أول شيء ما نشغل الأداة الشكل التالي عادي الأداة تركنا رابط تحميل الأداة بالوصف تقدر تنزل الأداة وتفتحها عندك على الجهاز حكينا أن هذا الخيار الأول فتحنا عليه الفيديو السابق A20S سألت صاحب الأداة سؤال واضح مباشر شو الأجهزة اللي بتفتحها الأداة جوابني مباشرة جميع أجهزة سامسونج بدون أي استثناء يعني الأداة تدعم جميع الأجهزة بكبسة زر 20 ثانية لو رجعت للفيديو السابق لما كنت أشرح بالأداة مجرد ما كبست زر فتح التليفون مباشرة بدون لا نجمة مربع 06 مربع بدون ما أعطي أي شيء بس شبكت الكابل بالجهاز والجهاز شغل فقط لا غير ضغطت الزر فتح التليفون والجهاز أنتو عارفين أن الحمايته صعبة بيغلب ومش كل البوكسات بتشتغل بتدعمه أو بالأخص ولا بوكس حاليا بدعمه ما بدأ طول في الفيديو راح أترك لك رابط تحميل الأداة وبتقدر وراح أترك لك رابط وصف الفيديو السابق راح أترك لك يا بالوصف بعد ما فتحت معنا الواجهة بتشكله بدي أعمل تسجيل دخول على البرنامج طبعا تسجيل طبعا الأداة فقط هاي مدفوعة فيها لكن باقي الاستعمالات مجانية يعني كامل الاستعمالات الامتي بي الروت ميدياتك لأنكوا سألتوني فأنا بجاوب الأسئلة اللي انتوا سألتوني إياها بالتعليقات كل شي مجاني ما عدا هاي الخدمة مدفوعة لأجهزة سامسونج الحديث يعني سامسونج القديم أو سامسونج اللي بشتغل اللجمة مربع 06 مربع هاي شغالة والكياجي شغالة السامسونج فريموير مجانية يعني بتضغط عليها هون بفتح لك هاي الواجهة وبتعمل بحث على الجهاز تبعك بتعمل هون بتكتبه بالبحث وبطلع لك هون السوفتوير تبعه الملفة يعني ملفات الفلاش تبعة الجهاز السامسونج بتنزلها وبتحملها كامل بشكل مجاني يعني الخدمات كلها مجانية فقط هاي مدفوعة المهم كيف بدنا نشبك على الأداة نروح هون على الزاوية اليمين وبنضغط على على هاي الصورة اللي هون نضغط عليها لا اسف مش هاي الصورة مش هاي الصورة نضغط على الصورة اللي فوقيها هاي صورة الباب نضغط علي بحكيك لوغ دايريكت لوغ ان ويب سايت وانا رعطيه لوغ ان ويب سايت اسهل لنا بفتح معي هاي الصفحة بخليها فاتحة وبتفتح معي برضو هاي الصفحة وانا بطلب مني اعمل تسجيل دخول انا عامل حساب تجريبي هون رح عامل فيه لوغ ان شو اعطاني هون اعطاني لوغ ان ساكسس بتقدر تسكر هاي الصفحة تمت العملية شو صار هون صار عندك هون الايميل صار عندك الكريدت صفر بالشكل هاد لان انا بدي اضيف كريدت للحساب كيف الطريقة باجي هون في صورة سلة زي ما انتو شايفين هاي الخيار الثاني سلة بضغط عليه بحكي لك كم الرصيد اللي انت هي بدك اه اضيف بتقدر تختار هون خمستاش تلاتين خمسة واربعين ستين اللي بدك ايا انا ممكن اختاره هون مثلا فمسة وعشرين اذا انا مثلا بدي افتح جهاز مثلا معين او بدي رصيد معين يعني انا بدي اشحن اتناش باشحن اتناش يعني بكتب الرقم اللي بدي اياه بالشكل وبعمل باي بكبس على باي وجرد ما كبست عليها فتح معي الصفحة بالشكل بالشكل ها هلا هون زي ما انتم شايفين اعطاني انه انا بدي خمسة وعشرين كريدت اللي انا طلبتهم وكتب لي سعرهم هون خمسة وعشرين دولار يعني الكريدت سعرها دولار هيك بكون انا جوابت السؤال برضو اللي بتايما بتسألوني اياه بالاسفل هلا هون عندي الخيارين الموجودين هون في عندك باي ناو ان باي ماي كافي هذا الموقع بتقدر تدفع من خلاله فيزا واذا كنت عندك عملات رقمية بتقدر تدفع من يو اس دي تي من هون بتضغط هون وبتكتب بتختار مثلا يو اس دي تي وبتحول او عن طريق اليو اي دي مباشرة وبس تتخلص بتعمل اي ام فينش مجرد ما عملت اي ام فينش هنا بس بتكتب رقم الاردر لما انت عملت الدفع بطلع لك رقم اردر من التطبيق بس بتكتب رقم الاردر وبتكتب وبتكبس اي ام فينش نص ساعة ساعة بكون ضاف الرصيب اذا انت حاب تدفع عن طريق الفيزا فبتضغط على الخيار هذا الي هون وبتضغط بعدها مباشرة على هذا الخيار عشان تدفع عن طريق الفيزا بفتح معك الموقع بالشكل هذا بترجع هون بتعبي الرصيد يعني لو بتكتب انه انا بدي مثلا 25 بطلع لك هون get this بتضغط عليها بطلب منك تعبي الاسم والايميل الايميل اللي بدك اياه اسمهم لازم تكتب ايميل وبتكبس بي عشان يحولك على انك تدخل رقم حساب الفيزا والتاريخ وتعمل صح هون وتكبس بي وذ كارد وجرد ما عملت عملية الدفع الرصيد بنضاف تلقائي لحسابك في البرنامج اه في البرنامج لو ما انضاف تلقائي مباشرة نص ساعة بنضاف يعني بالكثير نص ساعة بنضاف مباشرة هاي هي عملية الدفع اذا كانت الشرح سريع بتقدر ترجع بالشرح تبطعه تقدر يعني انك تعرف مجرد ما انت خلصت عملية الشحن الرصيد رح يطلع لك هون في الخانة هاي جنب الايميل رح يطلع لك في الزاوية هاي كم الكريدت الموجود معك في الحساب وبتقدر تعرف وبتقدر تشتغل عليه مباشرة انا شرحته في الفيديو السابق رح اورجيك اياه في القناة لو اجينا على الفيديوهات الفيديو اللي هون هذا الفيديو انا شرحت فيه الاي عشرين اس وزاي ما حكتلكم الجهاز فتح معي في عشرين ثانية مباشرة وبدعم كل الاجهزة سامسونج هذا هو الشرح رح اتركلك برضو رابط هذا الشرح موجود بالقناة هذا كان شرح طريقة شحن الرصيد لأداة سام اف تابليو تولز ان شاء الله يكون عجبكم الشرح نراكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته